ترجم الوعي المجتمعي في الإقبال على الجرعة التنشيطية من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق ترجم السياسات الحكومية الصائبة في إدارة أزمة كورونا الحالية ذلك بخطوة تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي التام من الفيروس وتداعياته في مملكة البحرين بعدما اتضحت حقيقة المطلوب من المجتمع بأهمية وعيه وضرورة تماسكه ووأده لجميع الأسباب المؤدية إلى حدوث انتشار وربما توسع في الرقعة التي يجد فيها الوباء مبتغاه بأن يسيد ويميد بين صفوف أفراد المحيط ليسجل أعلى نسبة إصابة به تقف السياسات الحكومية المدروسة كباب موصود غير نافذ لمختلف المعطيات التي قد تدفع نحو حصول تخبط في الحالة الوبائية داخل البحرين جهود رسمية لا تألو جهداً في الإبقاء على المستويات الآمنة لصحة القاطنين في كل جزء من أجزاء المملكة ككل فبين مواطن ومقيم تتوزع المهام المجتمعية المسؤولة في الابتعاد عن التجمعات وأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة والتقيدي بالتدابير الوقائية والإقبال على أخذ التطعيمات ذات المأمونية العالية وإتباعها بالجرعات التنشيطية التي تزيد من حصانة البدن إذا باغته الفيروس الخفي ليستصعب تمكنه من جسد المستهدف نحو ربوع المستوى الأخضر ودوام المكوث فيه تتكاثف الرغبات وتتآلف لعدم الرجوع حتى ولو بخطوة إلى الوراء وتحديداً إلى المستوى الأصفر ومن قبله البرتقالي العيش الآمن تستتب معه المجالات الحيوية برمتها لتعود الحياة بطبيعتها غير منقوصة ولا مبتورة التفاصيل إن المناعة المجتمعية جراء تلقي اللقاح بجرعته إضافة لجرعة التنشيطية والتعافي من الإصابة ماضية للتحقق 10% سيقود نحو اكتمال النسبة المئوية المطلوبة التي تدور حول 80% وهي النسبة المتعلقة بمدى الإقبال على الجرعة المنشطة لمن هم فوق الأربعين عاماً بعد إعلان الحكومة عن عزمها المطلق للتمسك بمعيار العودة إلى المستوى الأخضر وعي مجتمعي تضاعف بشكل ملموس وهو أمر يعكس كيفية تعامل البحرين مع فيروس كورونا ونجاحها في تعبيد الطريق الوعرة الصعبة التي مضت فيها للوصول إلى ما هي عليه الآن وهذا عائد إلى نجاعة الإجراءات الحكومية الهادفة وتعاطي المجتمع معها بقالب إيجابي لتقطع أرض الخلود مسافة أكبر صوب التعافي التام بنصرتها على الفيروس